المزعج هنا هو هذه الهرولة من المواقع ومن الناس الأفراد المواقع اللي المفروض إنها مواقع صحفية دورها أن تتحرط دقة لكنها هرولت لنشر الفيديو المكتزئ دون تحقق أو حتى سؤال والناس العادية اللي ما صدقت وكأن تكفير البشر وإلصاق التهم بهم أصبح شيء عادي لدرجة إن البعض قالك دي عندها دي متهمة بازدراء الأديان يجب أن تحاكم والحقيقة إن الناس العادية برضو لا تزعجني قدر انزعاجي من المواقع الصحفية سواء مصرية أو دولية واللي سقطت في براثن فخ اتعمل لهم ببساطة فننشر عنوان مثير أو الفيديو خلي المواقع معنا يا جماعة ونعيش بقى ما نتعبش أنفسنا ولا ندور على الحلقة الأصلية اللي موجودة على الفيسبوك واليوتيوب بقالها أسبوع أو يبعتوا حتى يسألونا يسألوني أو يسألوا أي زميل من المحررين اللي بيشتغلوا معانا أو يسألوا حتى الضيف أو ندور على الحلقة قال لا مش هي دي المهنية مش هي دي المهنية لطول النهار بتكلمونا عنها راحت فين المهنية ولا لأن القضية تخص مذيعة مصرية فمباح بكل استسهال أن نطعن فيها وأن نشويها وأن نشوي عقيدتها وبعدين نبقى نقول معلش سوري نبقى نكتب تصحيح أو زي السينان كده بالعربي ما كتبت ملاحظة طبعا بعد ما خدت أنا بقى الطريحة الأولى بعد كده بقى لما نشرت الفيديو الأصلي ملاحظة المحرر ملاحظة المحرر أضيف تعليق لميس والفيديو الأصلي اللي موجودة هو وللتوضيح اللي نشرته المصرية للحد من التأويلات الوردة على مواقع التواصل الاجتماعي لكن جوا الموضوع تفضل التغريدات اللي موجودة هي تغريدات الناس مش اللي شافت الفيديو الأصلي ولكن اللي شافت الفيديو المزور فقط فانت كده مستمر في التزوير ومستمر في ترسيخ إنه هذه هي الحقيقة فتفضل تنشر التغريدات اللي هي شافت الفيديو المكتزأ وما تاخدش التغريدات الأخرى اللي شافت الفيديو الحقيقي مهنية دي ولا مش مهنية يبتوع المدارس وبتوع الصحافة ولا أنت هنا عايز فقط ترسخ الغضب على مذيع مصرية ولا تتحقق أو حتى تبزي المجهود في التيقن والبحث ترجمة نانسي قنقر